لم تكد وثيقة استقالة معاذ بوشارب من منصبه على رأس المجلس الشعبي الوطني لتستقر على طاولة مكتب الغرفة السفلة للبرلمان حتى ترددت أسماء مرشحة لخلافته وسريعا ما خرج سعيد بوحجال يرد على الأصوات التي دفعت باسمه إلى الواجهة كمرشح محتمل لشغل المنصب الذي أبعده عنه معاذ بوشارب على خلفية ما بات يعرف بموقعات الكادنة ما نشمر الشاح وإذا طرحوا عليك الفكرة تقبلها ما نشمر الشاح لا لا وإذا العدالة نصفاتك يعني لتعود إلى المجلس الشعبي من جديد على الدرجاء على كل حل معادة نحا في الكواليس تبرز أسماء عديدة من داخل الأفلان مرشحة لخلافة بوشارب على غرار عبد الرزاق تريبش الذي يرأس البرلمان مؤقتا ومحمد مساوج الذي يشغل منصب نائب رئيس الغرفة وكذا نعم بالأخضر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان فضلا عن سليمان سعداوي الصوت الذي طالما أحرج حزبه الأفلان داخل قبة البرلمان ناهيك عن توفيق تورش الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة المالية والميزانية وليس آخرا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سعفيف رغم ضلوعه في حادثة القادمة أحزاب الموالات مطالبة بأن تدفع بالشخصيات المشوهة بين قوسين أو المتورطة التي تحول حول شبهات الفساد أو التزوير أن تترجع ونبحث جميعا عن شخصية وفقية من غير حزب الأفلان يبرز اسمان أحدهما فؤاد من مرابط رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي والنائب عن حركة مجتمع السلم وزير السياحة الأسبق إسماعي الميمون أسماء تظل مجرد تخمينات في انتظار الإعلان عن قائمة المترشحين لخلافة معاذ بشارب بحر الأسبوع القادم